اتبري مع كرة اليد واستحداث بطولة جديدة لبطولات العالم لبطولة قرات اتحاد الدولة لكرة اليد عمل بطولة جديدة اسمها بطولة القرات لأول نسخة أول نسخة هتقام في شهر 12 بإذن الله اللي جاي في قطر شهر 12 اللي جاي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أبطال القرات أبطال القرات مصر بطل أفريقيا وأسبانيا بطل أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا قطر بطل أسيا بكده عفوا هما الأربع منتخبات بكده ده أول مرة هتقام أربع منتخبات في شهر 12 في قطر عشان نعمل كاس العالم للقرات فيه خلاف فيه جدال كثيرا مصر تشارك مصر ما تشاركش أكيد ده بيتسيبوا الاتحاد المصري لكرة اليد لكن أعتقد أن الرياضة خلاص احنا أكيد لازم نشارك في كل المجالات لكن بطولة مهمة وبطولة مستحدثة تقدر مصر تكون آخر محطة لها حاولنا نكلم المهانس شام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد مردش عشان يقدر يعلق على هذا الخبر لكن في الآخر بنقول أن دي بطولة مهمة في آخر محطة اعدادية لبطولة العالم كمان الاتحاد الدولي بإدايتها أربع منتخبات هل هيزيد عليها السنة اللي بعديها أو السنة اللي بعديها ستة في عشرة فيلعب زي كان زمان كده بطولة العظماء السبعة ما نعرفش لكن هي في أول نسخة فيها أربع منتخبات بس جد جدا ل selمان المهانس الشعب